اشتركوا في القناة واذا بدي شوف عوائد السندات على عشر سنين مثلا عم تعطيني هلأ أرباح فوق الأربعة بالمية ولكن اذا بدي شوف السوق مع ارتفاعات وهالأسعار المرتفعة جدا S&P 500 مثلا اذا بدي شوف الأرباح على سعر السهم أو على سعر S&P 500 أنا عندي 3.8 طيب ليش لا أتوجه لأصل أو لسوق يعتبر عادي المخاطر وإذا في عندي سوق السندات عم يعطيني أرباح أعلى فطبعا هيدا شي عم يؤدي لتوجه إلى السندات أو عدوية السندات عم ترتفع أكتر وبنفس الوقت لأبتعد عن سوق الأسهم عم بتوجه كمان على الدهب واتنينة عم يستفيدوا يمكن من هال ما بدي أقول ابتعاد من أسوأ الأسهم ولكن على قليلة التنوع اللي عم نشوفه بعيدا أو خارج أسوأ الأسهم طيب فرحل ترين أنه هناك مبرر للتخوفات عودة التضخم وشكوك مسار الفيدرالي خلال الفترة المقبلة ومالوتيرة التي ستتخذها أكتر من المخاوف بدي أرنه بيمكن مناطق مختلفة في حول العالم يعني مثلا كنت عم شوف في المنطقة اليوروزون في المملكة المتحدة مخاوف التضخم عم تتراجع أكتر وأكتر ولكن موجة البيانات الإيجابية اللي صدرت الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة عم تعطينا صورة أقوى لأساسيات الاقتصاد في الولايات المتحدة وشي عم بخدرنا نتوقع على القليلة السياسة أقل تساهلا من المناطق الأخرى ومشاناك عم نشوف قوة للدولار كمان في واجهة أزواج العملات الأخرى فإن كان سوق العمل عم نشوفه جيد إن كان عم نحكي عن الاستهلاك يبدو نوعا ما متماسك فكل عم تعطينا أن الفدرالي ممكن أن مدتارك ومتساهل بشكل سريع جدا خمسين نقطة أساس جديدة قد لا نراها في هذا العام مكارنة في مناطق أخرى اللي عم نبلش نتوقع أكتر وأكتر سياسة متساهلة وهذا عم يدعم الدولار طيب فرح لننتقل إلى أسعار النفط يعني هل رأيتي اليوم الدعم جاء من التحفيز من قبل بنك شعب الصيني أم أن هناك عوامل أخرى طبعا يعني من نلاحظ نحن في عنا عاملين رئيسيين نوعا ما عم بيأسروا إن كنا عم نحكي عن الطلب أو كنا عم نحكي عن مخاوف الإنتاج في حال كان في عنا ضربة على طبعا الإنتاج في إيران هذا كان العنوان الرئيسي لدعم شوية الأسوأ لا نزل نتوقع أنه مثل الإشاعات حلو أن نكون عم نبيعة ونستفيد من التراجعات التركيز الرئيسي أظن في الوقت الحالي هو الطلب وليس العارض لأنه حتى لو كان في عنا ضرب لبعض المنشآت بالنهاية في عنا العديد من اللاعبين في الأسواق قدرين يضخوا أكتر نفط في أسواق من ما هم يعملوا بالوقت الحالي طبعا كنا عم نحكي عن أوبك كنا عم نحكي عن الولايات المتحدة عند الإدارة تكون عم تضخ أكتر فلا أظن المخاوف رح تكون من التوترات الجيوسيسية قد تعطي تذبذب على فترة زمنية قصيرة مكان جيد للبايع ولكن الطلب هو التأثير الرئيسي محفزات من أستين ثاني أكبر اقتصاد رح يكون اللاعب الرئيسي طبعا طبعا فرح سريعا نتحدث عن أوروبا وتوقعات نتائج اجتماع المركزي المقبلة وما المؤثر على الأسواق هل هي نتائج الشركات أم الاجتماعي يعني اللي عم نلاحظه فعلا مثل ما كنت عم اللي كان في عنا شوي بيانات إيجابية بالأشهر الماضية ولكن عم نرجع نتوقع تراجع في التضخم تراجع في يمكن شهية الأصول العالية لمخاتل في أوروبا وكل هيدا عم بيوجهنا أكتر لأنه بنك أوف يوروب رح يكون عم يضطر يتوجه لتقليص أسعار الفائدة ومشان هيك عم نشوف ضغط قد يكون مستمر على اليوروب فرح مرات شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك